افتتحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك التحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء اللجنة ويهدف الاجتماع إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر في مصر وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية ودراسة توصيات التقرير OECD ومدى قابلياتها للتنفيذ ووضع الإطار الزمني